أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الهنك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة هي بلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تخاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصلا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أوقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تخطور تكان تميز من أغوير كلما أوقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو لا قل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصفوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات السرور ألا يعلم من خلق وهو النطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشفور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تغور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطير خلقهم صافات ويقبر ما ينزقهن إن الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرجطهم إن أمسك رشقه بل لده في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصور والأفئدة قليلا لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما أرأوه ظلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن بعي أن رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ضغرا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر